الحوثي لا يمكن أن يسلم بالذات مدينة تعز بهذه الصورة يعني فتح مطار صنعاء وتم قبول القوازات من صنعاء وفتح موانع حديدة بالمقابل لم يفتح شيء في أعلى مستوى تعز مثلا يعني 5 مليون و4 مليون من السكان يعانونه يوميا اليوم الأنلاس مشقادرين ضحوا لأن الأعياد من 150 ألف من 300 ألف وبهذه الأسعار بسبب قطعة الطرقات وارتفاع الأسعار وارتفاع الأمشقات النفطية إذن المبعثة الأمم والحوثيين لم يتوقفوا لحظة واحدة عند المعاناة الإنسانية أخي الكريم لماذا كل هذا التعقيد؟ المسألة يعني أن تفتح طرق للناس بأن يتحركوا سوى سنوات كفاية لكن الأسف الشديد ما يدور في الكواليس بين المبعثة الأمم والحوثيين والأمم والتحدة شيء معيب هناك من يسوق بأشياء من قبل الحوثيين بأن هناك تخوفات وهناك أشياء من هذا القبيل الحوثي الآن يركز على الفتح طرقات هي بالأساس عسكرية الرجل يعد لمعركة حقيقية وبالذات في داخل تعز هو يحشد ويفتح الطرقات التي يريد ويفتح الطريقة حيس الخوخة فتح الطريقة البرح تعز فتح الطريقة الضالق عطبة مريس دمت يعني من قبل الأطراف الشرعية لكن بالمقابل أيضا لم يفتح الحوثي شيء وبالأخير يقول سيفتح منطقة الستيون والخمسين هذا معيب بحق الأمم المتحدة وبحق المجتمع الدولي الشعب اليمني أخي الكريم شعب ديمقراطي شعب يعشق الحرية